موسيقى أهلاً بكل زملائي معلم العلوم للصف الخامس الابتدائي في كل محافظات مصر مع حلقة جديدة من برنامج دليل المعلم تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم زي ما تعودنا من حلقتنا السابقة عشان نحقق أكبر استفادة ممكنة محتاجين يكون معنا دليل المعلم ورق وقلم عشان نسجل أفكارنا وتأملاتنا فحلقتنا النهاردة هنناقش واحدة من ممارسات التدريس المهمة للتعلم وهي جمع وتحليل أعمال التلاميذ بالشكل اللي يساعدنا كمعلمين نحدد الأجزاء اللي التلاميذ محتاجين فيها دعم أكتر وإزاي تعديل طرق تدرسنا ممكن يساعد تلاميذنا للتقدم في تعلم قبل ما نبدأ حاسب لكم وقت تتفكروا في إجابة السؤال ده ما أهمية جمع وتحليل أعمال التلاميذ دونوا أفكاركم وملاحظاتكم ونرجع نتناقش مع بعض جمع وتحليل أعمال التلاميذ بيوفر لنا كمعلمين بيانات مهمة عن مدى فهم التلاميذ للمعارف واكتسابهم للمهارات البيانات دي هتساعدنا على اتخاذ قرارات تدريسية فعالة تراعي أنماط ومستويات التعلم والفهم المختلفة وتساعد على تعلم التلاميذ بشكل قضي قبل ما نبدأ تحليل أعمال التلاميذ لازم نحط في اعتبارنا بعض النقاط علشان تحليلنا يكون ممارسة مهنية هادفة والنقاط دي مثلا التركيز على المحتوى بمعنى إيه اللي التلاميذ يتعلموا واللي يقدروا ينفزوه التعمق في التحليل من خلال طرح الأسئلة لأن أعمال التلاميذ ممكن تنطوي على معلومات أو مستويات فهم ومدهشة تبين العلاقة بين التدريس والتعلم وطرحنا للأسئلة هيساعدنا نكون رؤية أفضل عن العلاقة بين التدريس وجودة التعلم بالإضافة للنقطتين اللي فاتوا لازم كمان نهتم بجودة المحتوى ففي أعمال التلاميذ ممكن نكتشف نمازج تعبر عن الوصول لمعايير التعلم المطلوب تحقيقها عند تلاميذنا أو من جهة تانية ممكن أعمالهم تكشف لنا مستويات مختلفة لجودة أداءهم تعالوا نستكشف بعض الأنشطة من المفهوم الأول تأثير الجاذبية من الوحدة الرابعة هنشوف نشاط هل تستطيع الشرح ونشاط قيم كعالم ما الذي تعرفه عن تأثيرات الجاذبية ثم نشاط قيم كعالم في جزء تعلم بعنوان الجاذبية على الأرض ونفهم إزاي تحليل أعمال التلاميذ هيساعدنا في تقديم الدعم المناسب لهم من خلال التدريس في نشاط هل تستطيع الشرح بيشارك التلاميذ معرفتهم عن آثار الجاذبية عن طريق ملاحظة صورة لهواة القفز بالمظلات زي مواضح قدامنا في الصورة عشان يحددوا سبب الحركة في الصورة ويحاولوا يربطوا بين ملاحظاتهم وبين تفسيراتهم لظواهر تانية زي حركة الكواكب عشان يبدأوا يكونوا فهم لمصطلح الجاذبية وفي نشاط قيم كعالم بعنوان ما الذي تعرفه عن تأثيرات الجاذبية بيكمل التلاميذ تقييم تكويني عن الجاذبية والقمر والأرض بتحليل إجابات التلاميذ في النشاط ده نقدر كمعالمين بكل سهولة نحدد التلاميذ اللي عندهم فهم أساسي لمصطلح الجاذبية ومين من التلاميذ لسه ما وصلش لفهم مصطلح الجاذبية وده هيساعدنا في باقي أنشط المفهوم إننا نقسم التلاميذ في مجموعات وفقا لدرجة فهمهم مع الوصول لنشاط قيم كعالم بعنوان الجاذبية على الأرض بيطلب من التلاميذ إكمال تقييم تكويني لتقييم فهمهم لقوة الجاذبية الأرضية وإحنا بنراجع ونحلل أعمال التلاميذ لازم نحط في اعتبارنا إن النشاط ده بيجي بعد مرور التلاميذ بأنشطة جزء تعلم عشان كده محتاجين نفكر في الأسئلة دي إيه هي نقاط القوة عند تلاميذي وإيه احتياجاتهم؟ هل عند تلاميذ المحتوى المعرفي الأساسي والمهارات المناسبة اللي هتساعدهم يتقدموا؟ إزاي ساعد تلاميذي في تعلمهم من خلال تقديم الدعم ومرأة التمييز بينهم؟ وإزاي أصمم تجارب تعلم مختلفة أو استخدم استراتيجيات تعليمية مخصصة حسب احتياجات تلاميذي؟ بعد ما جمعنا أعمال التلاميذ وحللناها وعرفنا نقاط القوة ونواحي الضعف أو فرص التحسين يجي سؤال مهم وهو إيه الخطوة اللي هنقوم بيها بعد كده؟ ممكن دلوقتي نسجل أفكارنا ونرجع نتناقش مع بعض بعد تحليلنا لأعمال التلاميذ لازم نستخدم التحليل ده لتصميم تجارب تعلم أو استخدام استراتيجيات مختلفة لمراعاة التمييز بين التلاميذ ومراعاة التمييز ممكن يتم من خلال تلت طرق واستراتيجيات إما من خلال تصميم طريق التدريس تناسب احتياجات الفصل ككل أو تقسيم التلاميذ في مجموعات وكل مجموعة يكون لها تجربة تعلم بناء على احتياجاتها المشتركة أو ممكن نصمم مسارات تعلم فردية لدعم احتياجات التلاميذ بس بشكل فرد طيب إزاي حدد الاستراتيجية أو الطريقة المناسبة سواء كانت تجربة تعلم موحدة للفصل ككل أو كمجموعات مصغرة أو حتى تجربة تعلم فردية هسيب لكم وقت تسجلوا أفكاركم ونرجع نتنقش مع بعض دلوقتي تعالوا نتناول مع بعض كل طريقة من الثلاثة بمزيد من التفصيل لو أثناء تحليل الأعمال للتلاميذ لقيت أن معظم التلاميذ عندهم قصور في فهم مفهوم معين أقدر أستخدم أول طريقة وهي تصميم تجربة تدريس موحدة للفصل كله وإحنا بنستخدم الطريقة دي لازم نخطف اعتبارنا مجموعة أسئلة إزاي هقدر أقدم الدعم لكل تلميذ على حدة وإيه الطريقة اللي هنستخدمها عشان أتحقق من فهم التلاميذ أثناء تجربة التعلم الموحدة وإمتى قدر أقول إن تلاميذ محتاجين يتقسموا في مجموعات بدلا من استخدام طريقة موحدة للفصل ككل عشان نصمم طريق التدريس موحدة للفصل كله ممكن نعمل كده من خلال عادة التدريس بمعنى إننا نعيد تدريس المفاهيم أو المهارات اللي عرفنا إن أغلب التلاميذ محققوش الفهم المطلوب فيها بس باستخدام طرق التدريس ووسائل ومصادر رقمية ووسائل بتدعم تحقيق الفهم المطلوب للمهارات والمفاهيم ممكن كمان نعمل خطة علاجية جي بتبدأ بعد ما بنحدد الفجوات التعليمية في المهارات والمعارف ونترسها بطرق مختلفة أما الحاجة الثالثة هي تعديل مصاري التعلم أو وقت التدريس للمفاهيم اللي محتاجة وقتها أكتر وأخيرا نصمم مواقف تعليمية تسمح بتعاون التلاميذ عشان يتعلمه من بعض نيجي بقى للطريقة التانية وهي إننا نقسم التلاميذ لمجموعات تعلم مصغرة هنا برضو في بعض التساؤلات لازم نحطها في اعتبارنا إيه نوع الأنشطة اللي المفروض أختارها بحيث تزود من تفاعل ومشاركة التلاميذ داخل المجموعات وإيه خصائص وطبيعة التلاميذ اللي على أساسها هقسم الفصل المجموعات وإمتى تكون المجموعات متجنسة وإمتى تكون غير متجنسة تحليل أعمال التلاميذ غالبا ما بيشل لأنهم ممكن يتصنفوا تحت مستويات مختلفة واحتياجات مختلفة وباستخدام التحليلات المختلفة دي نقدر نقسم التلاميذ لمجموعات مكونة من 3 ل 6 تلاميذ عشان ننفذ أحد الأنشطة المحددة المجموعات دي ممكن تكون متجنسة المستويات يندمج فيها التلاميذ في مجموعة من الأنشطة مع المعلم أو يشاركوا بأدوار مختلفة في أنشطة التعلم متمركز حول التلميذ أو يشاركوا في مهم تعاونية مع زميلهم داخل المجموعات أو ممكن تكون المجموعات مختلفة وغير متجنسة عشان تساعد التلاميذ أنهم يتفعلوا مع مستويات مختلفة من الناحية العلمية أو الاجتماعية والأفضل ما تكونش المجموعات سبتة طول الوقت لازم يحصل تغيير في تأسيم المجموعات كل فترة بناء على احتياجات التلاميذ نيجي للطريقة الثالثة وهي أننا نعمل خطط فردية للتلاميذ لكن هنحتاج نفكر في البداية إزاي أصمم كمعلم خطط فردية تسمح للتلاميذ أنهم يحددوا المصاري المناسب لهم حسب احتياجاتهم هم وإزاي التلاميذ هيظهروا تعلمهم ده بشكل فردي وإيه الإجراءات اللي هتضمن أن التلميذ بيتعلم بشكل فعال داخل مصارات التعلم الفردية زي ما التلاميذ عندهم أشياء مشتركة في نفس الوقت لكل تلميذ نقط قوة ومساحات معينة يقدر يتطور فيها وده بيستدعي تطبيق أو تصميم استراتيجيات أو مواقف تعلمية مخصصة بأهداف محددة عشان تلاقي احتياجات التلاميذ الفردية سواء كانت احتياجات علمية تخص المحتوى اللي بيدرسه أو احتياجات شخصية واحدة من الطرق دي هي استخدام منصات التعلم الرقمية وكمان النسخة الرقمية لبرنامج العلوم سايستيكبوك اللي بيتيح بعض الأنشطة الرقمية اللي ممكن تستخدم كمهام فردية لاستهداف مهارات أو معارف معينة عند التلاميذ زي مثلاً نشاط البحث العملي الجاذبية والقوة الأخرى ممكن استخدام النشاط ده وأوجه أحد التلاميذ اللي يشوفه في الفيديو اللي بيتكلم عن الجاذبية والطف ويقرأ النص وينفذ التجربة بشكل فردي في البيت أو بمساعدة أحد الوالدين وفيه أنشطة رقمية إضافية تانية زي نشاط حل الكعالم بعنوان الجاذبية والمهندسون الميكانيتيون وكمان نشاط قيم كعالم بعنوان راجع تأثيرات الجاذبية وبكده نكون استكشفنا مع بعض قد إيه التحليل الدقيق لأعمال التلاميذ هيساعدنا كمعلمين أن يأخذ قرارات تدريسية مناسبة وفعالة تدعم تقدم التلاميذ في رحلة تعلم في اختام حلقتنا وزي ما تعودنا منكم على المشاركات الملهمة شاركونا تجربة تدريس أحد الدروس من منهج علوم الصف الخامس وعرفونا إيه القرارات التدريسية اللي نفستوها لدعم تعلم التلاميذ وإزاي تحليل أعمال التلاميذ ساعدكم في تعديل الجراءات التدريسية المستقبلية شكرا لكم وإلى اللقاء وشوفكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعلم موسيقى موسيقى